السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة وما زلنا مع الجنة ربنا يا رب يجمعن وإياكم في الجنة يا رب العالمين كلمنا المرة اللي فاتن حاجة كتير جدا وكلمنا من دوم لكلامنا عن طعام وشراب أهل الجنة النهاردة عايز نقول حاجة طب طعام وشراب أهل الجنة هياكلوا في إيه مش هياكلوا إيه بقى هياكلوا في إيه بقى منحط الأكل في الدنيا في أطباق ومنحط في صواني في الجنة هيبقى عاملة إزاي في الجنة هناكل الأطباق بتاعتنا كلها من الذهب الخالص والأكواب بتاعتنا أيضا من الذهب ومن الفضة قال جل وعلا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أي وأكواب أيضا من ذهب قال جل وعلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرها الله تخيل حضرتك أن الكوب اللي هتشرب فيه عبارة عن فضة بس شفافة عمرك سمعت في حياتك عن فضة بتكون شفافة تقدر تشوف من وراها المية الفضة بتاعة الجنة كده فضة ولكن شفافة تشوف من وراها المية اللي انت تشربها وده كمال المتعة طيب ايه الفياب بقى اللي احنا هنلبسها في الجنة اكيد طبعا هنلبس سياب مش عايزين نقوم بقى جاي من لندن ولا من فريز ده جنة جنة الرحمن التي فيها مبال عين ونرأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب وشرت في الدنيا ربنا حرمت الحرير على الرجال لكن ما كانش حرام على النساء في الجنة هيبقى الحرير حلال للرجال والنساء قال جل وعلا موضحا ان احنا هنلبس الحرير في الجنة ونتحلى بأساور الذهب والفضة واللؤلؤ قال جل وعلا حقرأ لكم بعض الايات اللي توضح مدى النعيم العظيم اللي نعيش في الجنة قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة الله اسمع الآية التانية قال جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين وقال جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا جاء رجل إلى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رو أحمد بسند صحيح قال له يا رسول الله حدفنا عن ثياب الجنة قلنا بقى قلنا ثياب الجنة اللبس بتاع الجنة أخلقا تخلق أم نسجا تنسج يعني هي هننسجها في الجنة ولا هي هتخلق وتطلع كده طبيعي كده مزروعة فضحك الصحابة فقال النبي مما تضحقون من جاهلين يسألوا عالما ثم سكت النبي ثم قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال بل تشققوا عنها ثمر الجنة يعني التوب بتاعي لما عوز ألبس لبس في الجنة ألاقي شجرة مزروعة وطلعة منها ثمرات الثمرة دي مطلعة في ياب الجنة أخذ من الثمرة وألبس حد المتخيل النعيم بالمنظر ده ويهي بقى والمقاس مظبوط يعني مش كده لا مظبوط يعني زي ما هتاخد من الثمرة ربنا هيقدر أنها تكون على مآسك بالضبط قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواء أحمد بسند صحيح لو أن رجلا من أهل الجنة تطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم طيب في الجنة طبعا لازم يكون لنا شكل معين وخلق معينة وطول معين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هيبقى طولنا زي طول سيدنا آدم ستون ذراعا في السماء قبالة والحديث رواء البخاري ومسلم وعن معاذ بن جبل أن نويس على سنة مقالة والحديث رواء أحمد والتلميذي بسند صحيح قال يدخل أهل الجنة جردا مردا يعني إيه جردا مردا جرد اللي هو ما فيش أي شعر على جسمه جسمه كله ناعم خالص مردا ما فيش لحية في الجنة قبالة يبقى جردان مردا كأنهم مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين إيه ثلاث وثلاثين ده سن سيدنا عيسى حينما رفع إلى السماء وإحنا تكلمنا في موضوع ده لما تكلمنا عن علامات الساعة الكبرى يبقى شكل أهل الجنة ستونة ذراعا في السماء ما شاء الله نخلة ماشية وبعدين جردان مردا ما فيش شعر على أجسادهم ما فيش شعر على وجوههم وبعدين فوق ده كله كأنهم مكحلون كأنهم حطين كحر كده جميل تمام أبناء ثلاث وثلاثين سنة أول تقبل كده ورد في الأثر وإن كان ضعيف إن الإنسان يحشر يوم القيامة على صبر أيوب وجمال يوسف وحكمة زكريا وكوة موسى وخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب أنا هنام بقى على سرير السرير ده بقى الفرش بتاعه شكله إيه ربنا سبحانه وتعالى لأن عقلي وعقلك وعقول البشر لا تستطيع أن تصل لحقيقة الفرش الجميل اللي هيتفرش تحتنا فراح ذكرلك البطانة ولم يذكر الظهارة عارف حضرتك لما بتناجد أنت ريه بتقول للرجل المناجد بتقوله في البطانة حط أي حاجة وماشي مش عارب كاستور حط وماشي بافت حط أي حاجة أي حاجة رديئة إنما الظهارة لأ لو سمحت عايز حاجة كده جميلة كده عشان الضيوف لما ييجي وقضوا يلاقي المكان ما شاء الله قال لك بقى ربنا وصف البطانة ولم يصف الظهارة قال بطائنها من استبرق قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق طب البطانة من استبرق هو إيه الاستبرق يا جماعة هو أجمل وأرق وأضق وأنعم وأفضل أنواع الحريد في الجنة خبرة بيت البطانة من أجمل أنواع الحريد قمالي الظهارة شكلها إيه سكت الحق عنها لإن عقلي وعقلك ما يجيبهاش سبحان الملك طيب والبيت بتاع حضرتك اللي هيتحط فيه العفش الجميل دو شكله إيه لابنة من ذهب طوبة ذهب وطوبة فضة والأسمنت من المسك الله والأرض من الزعفران والحصى من الدر والياقوت الدليل على كده قولي الحديث اسمع بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواطة الميلي بسنة دين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئله يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لابنة من ذهب ولابنة من فضة وميلاتها المسك الأسمنت بتاعها اللي بيمسك التوبة في بعض تخيل طوبة ذهب طوبة فضة وما بينهم مسك تخيل حضرتك جمال البيت غمض يعني كده تخيل طوبة ذهب طوبة فضة وما بينهم مسك يبقى البيت جميل ومنور ذهب وفضة وما بينهم ريحة الله أكبر من تشمحتك تحط لمعطر ولا تحط أي حاجة ولا ترش أي حاجة البيت كله جدرانه بتفوح برائحة المسك ومش أي مسك ده مسك الجنة وميلاتها المسك الأزفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت الله أكبر الحصل في الأرض من اللؤلؤ والياقوت والطربة من الزعفران الله أكبر طيب وكل مؤمن أنا سمعت وأكيد حضرتك سمعت أن المؤمن ليه خيمة في الجنة آه قال جل وعلا حور مقصورات في الخيام ده الحور العين الحور العين مقصورة في الخيام خب بالك ولو خرجت من الجنة فيهن قاصرات الطرف أطراب الله آه قاصرات الطرف يعني الحوراء وهي في الجنة هي أعدى في الخيمة بتاعت حضرتك أعدى لكنت مخصوص هي المتعة بتاعتك ولما تعوز تخرج ما تبصش لأي حد لا تنظر إلى أي رجل غيرك وده من كمال متعة الرجل أنه لما يكون ماشي مع زوجته ما تبقاش زوجته ماشي معاه وعمالة تبص على إيه على أي رجل ماشي في الشارع فيشعر الرجل بنقص شديد جواه بيقول ليه بيبصرهم ليه وممكن يتخانق معهم ممكن يحسن مشاكل في الجنة ما فيش المشاكل دي خالص الحوراء طول ما هي أعدى أعدى في الخيمة الخيمة ضخمة جدا لا تخطر على قلب بشر هوصفها لك دلوقتي ولو خرجت فيهن قاصرات الطرف ما بيبصوش قاصرات الطرف تقصر زوجها على زوجها تقصر نظرها على زوجها تمام؟ يبقى تقصر نظرها وطرفها على زوجها ما ببصر لحد غير زوجها أطراب في سن واحدة عشان تتحل مشكلة النساء ما فيش بقى واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة عجوز واحدة كلهم هم والرجالة كلهم في سن تلاتة وتلاتين سنة ما شاء الله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لقلقة واحدة مجوا فأرجوكم ركزوا في العادة دي اخدوا باركو كل مؤمن ليه خيمة الخيمة دي مصنوعة مش مجموعة جواهر أو لقالق متركبة في بعضها لا هي لقلقة واحدة بس مجوافة اللقلقة المجوافة دي قد ايه حجمها مثلا متر ونص في متر ونص ولوني دي تبقى ضخمة جدا فيش لقلقة بالمنظر ده قالك لا 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 قالك إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لقلقة مجوافة طولها ستون ميلا وفي رواية أخرى وعرضوها ستون ميلا ستين ميلا عني قدي يا حبيبي يعني تسعين كيلو متر وعرضها قدي تسعين كيلو متر خبر بيض يعني أنا يبقى عندي لقلقة واحدة طولها تسعين كيلو متر في السماء وعرضها تسعين كيلو متر دي لقلقة واحدة آه دي خيمة واحدة من لقلقة المجوافة للمؤمن فيها أهلون لا يرى قبالك يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا الله ما شاء الله يبقى كل واحد فين لي خيمة من لقلقة مجوافة طولها ستون ميلا في السماء وعرضوها ستون ميلا في أرض الجنة دي خيمة واحدة دي لقلقة واحدة غير القصور والغرف والأشجار والأنهار والمتعة التي لا تخطر على قلب بشر واللي فعلا تخلي الإنسان فعلا عقله يذهل حينما فعلا يتأمل قول المولى عز وجل فيها ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا نكمل مع بعض وصف الجنة ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل عشان نكمل حدثنا عن الجنة الحياة لوحدة ما بتكلم عن الجنة والله العظيم يا جماعة بس تشعر كده وإحنا كأننا عاديم في الجنة بقول يا رب بقى خلصنا من هموم الدنيا دي بقى يا رب يعني فعلا مشتئلك أو والله مشتئين كده وفعلا لما سألوا إمام أحمد قالوا له متى الراحة يا مام قال والله لا رحم إلا مع أول شوف قال لهم والله لا رحم إلا مع أول القضى من نضعها في جنة الرحمن قبل كده الدنيا كلها كبد وتعب ومشقة لقد خلقنا الإنسانة في كبد فعلا والله العظيم صدقوني والله يا جماعة ما هتلاقوا حد مرتاح راحة كاملة وإلا دي تبقى جنة الراحة الكاملة هتكون في الجنة فيش مشاكل هناك ما فيش غلق أسعار ما فيش ولد هيتعب ما فيش حد هيموت لك مش هتفرق حد ولا حد هيفرقك مش هتخاف إن انت تموت مش هتخاف إن انت تعمل مشكلة أو حد يعمل معك مشكلة مش هتخاف من أي ابتلاءات لإن ما فيش ابتلاءات كلها دار نعيم ودار خلط ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة ويعوضنا خيرا عما لقيناها في الدنيا اللهم أمين بقيت في الخيمة بتاعتك أو بقيت في البيت بتاعك في الجنة أكيد برضو حضرتك غير بقى تعمل كده شوية خضرة كده حوالين البيت أو جوة البيت حتى نفسك في شوية نخل صح كده تعالوا وريك الغرس هتغرسه إزاي في النخل وعلى شرط الغرس اللي في الجنة ده يا جماعة ما بيتغرس هناك بيتغرس هنا يعني وإحنا عاديين في الدنيا الآن إحنا مشغولين بغرس الجنة بغرس الجنة وبس لا وبيبناء بيوت في الجنة تخيلوا حضرتكم يعني في الحديث الذي رواه أحمد بسندن صحيح أن النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كله الله أحد عشر مرات بان الله له بيتا في الجنة الله يبقى احنا في الدنيا هو قاعدين في الدنيا لسه ما روحناش للجنة وقاعدين من هنا بنبني البيوت أنا جربتها لقيت أن أدرق في دقيقة الوحدة قل هو الله أحد عشرين مرة يبقى نبني بيتين في الجنة في دقيقة وحدة طيب وعايز أغرس نخلة حوالين بيت في الجنة من قال سبحان الله العظيم وبحمدي غرست له نخلة في الجنة والحديث رواه الترمذي بسند صحيح حديث ثاني رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي ليلة الإسراء والمعراج فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام خليل الرحمن بيسلم عليكم يا مسلمين قولوا عليك السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن قال أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الطربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يبغرس الجنة الحد الآن أديه اللي هو كلمة من قال سبحان الله العظيم وبحمد نخلة في الجنة واللي يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يتغرس له نخلة في الجنة الحديث الثالث رواه التبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماءها طيب ترابها فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله عندنا كده تلات أنواع من أنواع اللي نغرس بها نخل في الجنة إن احنا نقول سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمدي تغرس بها نخل في الجنة في حاجة تانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في حاجة تلتة تغرس بها نخل في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر يبقى إذن بناء بيوتنا في الجنة وإحنا هنا وبناء وغرس أشجرنا ونخلنا في الجنة برضو وإحنا هنا وإحنا موجودين لسه في الدنيا قول ذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الأولى أربعة من صلى الضحى أربعا وصلى قبل الأولى أربعا بنا الله له بيتا في الجنة وفي حديث كثيرة جدا أدلكم على كتاب عامله اسمه كنوز من السنة مكتوب في بقى كيف يغرس لك أنا خيل في الجنة وبيوت في الجنة وأنهار في الجنة وخيرات كثيرة جدا ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة طيب سؤال أهل الجنة بقى مع النعيم ده كله ممكن يناموا لأ طبعا ما فيش نوم في الجنة ليه هو الجنة مش فيها ليل ونهار لا ما فيهاش ليل ونهار الجنة نهار على طول ما فيهاش لأن حي تبقى الشمس والقمر وكلام ده كله ده مش موجود الجنة نهار على طول إذا طب يعني ما نمشى استراح شوية أنت أصلا مش هتتعب مش برف في الجنة أنت بتستمتع في الجنة أنت ممكن تطير في الجنة أنت ممكن تقول أنا عايز زوارق تترف بيها الجنة كلها في خمس دقايق أنت ممكن تقول أنا عايز جناحات زي اللي هتتعمل أو اللي اتعملت خلاص لجعفر بن أبي طالب وهو يطيره في الجنة بعدما قطعت يده في سريط مقتل أنت ممكن تطلب لك فيها ما تشتهي الأنفس حطي تحت الكلمة دي كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك أعود كده في الجنة استحضر أي متعة تخطر على بالك قول عايزها يا ربي لا مش هتقول عايزها أنت مجرد بس ما تستحضرها هتلاقل أمنيه بتتحقق من قبل ما تتلفظ وتتكلم وتقول أنا عايز لأن ربنا هيطلع الملايكة عما في قلبك من نوايا للمتعة لأنه لك ما بتتمناش هالمتعة ما بتتمناش انتقام من حد ولا تتمنى أزل حد ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله قال صلى الله عليه وسلم حديث رواطة براني في الأوسط بسند صحيح النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة ليه ما يناموش يا رسول الله قالك لأن النوم يفوت عليهم المتعة اللي في الجنة فمن كمال نعيم الجنة إن حضرتك وحضرتك ما تناموش هتنام أدي ساعتين ثلاثة فتك موتعت ساعتين ثلاثة وهذا لا يكون في الجنة أنت في الجنة بتستمتع بكل لحظة كل يوم متعة غير اللي كانت في اليوم اللي قبلها وكل ساعة متعة غير المتعة اللي كانت في الساعة اللي قبلها وكل يوم طعام غير اللي انت شفته مبارح حد متخيل المتعة دي طب ليه دا احنا نقعد سنة ولا سنتين دا انت هتقعد مليارات المليارات المليارات التي لا تعد ولا تحصى لأنك خالدا مخلدا فيها أبدا الله أكبر ربنا يجمعنا في الجنة نساء أهل الجنة الحور العين وبعض النساء دولة يقولوا شيخ محمود ما هتتقلم عن الحور العين وإحنا بقى كده لا أنت لاك يا زوج المطخر لو ما كنتش مع زوجك اللي من أهل الدنيا يعني لو ما كنتش تجوزتي أو جوزت وطلقتي وما لكيش زوج في الجنة ربنا سبحانه وتعالى هيخلق لك زوجا متهارا في الجنة ما عصى الله هطرفت عينه ويجوزه لك في الجنة لأن الجنة كما قال الله عليه الصلاة والسلام وليس في الجنة أعزب فيش حد أعزب كلهم متجوزين طمني فيش هناك بقى مكاتب تزويج ولا الكلام دا كله لا 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 الكلهم متجوز بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولهم فيها أزواج مطهارا وهم فيها خالدون وقال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان الله وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تريها على أضوأ كوكب دريم في السماء ضاءة لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخصوقهما من وراء اللحم من الحسن وما في الجنة أعزب ما فيش في الجنة حد يكون أعزب أبدا الكل لابد أن يتزوج طيب جوزت ومعاك الحور العين وممكن تكون زوجتك من أهل الدنيا برضو من أهل الجنة وهي معاك وتكون هي زعيمة الحور العين اللي معاك الحور العين هيغنولك طبعا هيغنولك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي لو سموه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحور العين لا يغنين في الجنة يقن نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام وفي رواية التباري في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أزواج الجنة لا يغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط وإن مما يغنين من كلمة اللي هيئلوها نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا ويغنين أيضا نحن الخالدات فلا يمتن نحن الآمنات فلا يخفن نحن المقيمات فلا يضعن الله أكبر الحور العين يا قلبي هي اللي بتطلبك من ربنا سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا وده درس جميل أو كل أخت مسلمة فاضلة أن أنت أوعد زعار زوجك ده جنتك أو نارك النبي قال لعمة حسين بن محصن قال لها أذا تبعلن أنت قالت أجل قال وما تصنعي معه قالت ما قالوه يعني ما أقصر في حقي قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وده برضو في المقابل بقى نقول نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء فالمؤمن لما يدخل الجنة أول حاجة يتحف فيها عند دخول الجنة زوجتين والأمر ده لا يتعارض من أن بعض المؤمنين هيكون لي سبقين زوجة من الحور العين مثل الشهيد يعني بمجرد ما يخش الجنة يتحفه الله بزوجتين من الحور العين ثم بعد ذلك يكون عدد الحور العين على قدر إيمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى أختم درس النهاردة بأشجار الجنة وبستنا حجمها قد ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع مئة عام لا يقطعها في الجنة شجرة تجري تحتها مئة سنة ما تطلعش من الضل بتاعها وقال صلى الله عليه وسلم كما عندها ترمذيه بسند صحيح ما في الجنة شجرة إلا وصاقها من ذهب وقال صلى الله عليه وسلم كما عندها أحمد بسند صحيح طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني قال وما طوبى قال شجرة في الجنة يخرج منها ثياب أهل الجنة وفي رواية شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها مئة عام لا يقطعها تعالوا نكمل مع بعض حدثنا عن الجنة ونعيم الجنة ولكن في الحلقة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته